ثورة تشرين تنجو من مخطط حكومي وملشيوي أعد لها بهدف جر المتظاهرين إلى فخ الدخول إلى المنطقة الخضراء وذلك بعد تحشيد أعلنت عنه جهات مجهولة عبر مواقع التواصل لمليونية الثلاثاء ودعت إلى اقتحام المنطقة الخضراء لكن المتظاهرين ومن خلال بيانات أذيعت في ساحات التظاهر وعبر وسائل الإعلام التي استضافتهم أعلنوا براءتهم من تلك الدعوات ورفعوا شعار لا عبرة في عبور جسر الجمهورية لاقتحام الخضراء المتظاهرون نجحوا في إحباط مسعى لتشويه سلمية الثورة بعد مخطط لقوى سياسية وميليشيات كان الهدف منه اقتحام المنطقة الخضراء التي تضم مقرات عدد من السفارات بينها الأمريكية والبريطانية والمنظمات الدولية فضلا عن مقرات الحكومة والبرلمان ورئاسة الجمهورية ووزارات سيادية بهدف دفع الجيش الحكومي إلى الرد بحجة حماية هذه المباني وأعضائها وهذا سيمهد الغطاء الكافي والذريعة المناسبة للقضاء على التظاهرات اللعبة الحكومية أعدت من خلال تزوير بيانات لنقابات واتحادات دعت إلى المليونية المشبوهة فانتبه المتظاهرون إلى هذه اللعبة وسارعوا إلى طباعة بيانات ينفون علاقتهم بدعوات اقتحام المنطقة الخضراء وتمترسوا على جسري السنك والجمهورية ومنعوا أي شخص من العبور باتجاه المنطقة الخضراء حيث حاول مندسون من أنصار الأحزاب جرى المتظاهرين إلى العبور ليصطدموا في الطرف المقابل بالقوات الحكومية والميليشيات التي تستغل حساسية المكان وتشيع الفوضى لتغطي على عمليات قتل المتظاهرين جماعة المحافظات اللي جوا ناس سلمين وما خلينا أي شخص يتقربوا لأي حاجزة أو لأي جسر ناس نزدوا الساحة التحرير هذا التصعيد من قبل الحكومة ومن قبل قوات السلطة حاليا غير مبرر وحتفت شي غريب يعني أنت شنو هذا الرمي الحي يعني هاي الناس أنت شنو أرواح الناس عندكم يعني بهالسهولة وعي عال وفهم سياسي دقيق لمجريات الأمور تحلى به متظاهر ثورة تشرين الأمر الذي يدل على تطور مجريات الثورة واستفادة الشعب من تجارب التظاهرات السابقة في القدرة على التمييز بين الحراك الشعبي ومكائد الأحزاب حتى باتت الثورة ممتدة على كل الطيف العراقي بلا استثناء متجاوزة الاحتجاج تحت مظلة المنظومة الحاكمة إلى فضاء وطني أرحب ترسمه دماء الشهداء ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر